الرئيس السوري بشار الأسد أفصح في مقابلة تلفزيونية عن أنه يحترم القرار الأممي الصادر مؤخرا لأنه جاء متناغما مع إرادته في أول مقابلة منذ مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار ملزم قانونا لمباشرة تفكيك ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية قال الأسد في الواقع نحن انضممنا إلى الاتفاق الدولي لحظر استخدام وقتنا إلى الأسلحة الكيميائية قبل أن يأتي ذلك القرار إلى النور ويستند الجزء الرئيسي من المبادرة الروسية على إرادتنا للقيام بذلك الأمر لا يتعلق إذن بالقرار بل بإرادتنا القرار الذي أعطي الرقم 2118 أعلن تأييده قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتضمن تفكيك برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية وإخطاعه لتحقق صارم مفتش الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة شرعوا في مهمة على الأرض السورية بعيد صدور القرار الأممي للتحقق من سبعة مواقع في البلاد ثلاثة منها في محيط العاصمة دمشق على أن ترسل فريقا مع مطلع الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر